أي قوة مفرطة قامت بها أمريكا ضد مليشيا الحوثي تلك الضربات الخاوية من الأهداف الخالية من تحقيق أي انتصار على مليشيا الحوثي تسميها الولايات المتحدة الأمريكية الضربات عريفة أو فورينف فيرس ضربات عريفة تلك ليست ضربات عريفة تلك عبارة عن ضربات ترويعية أرادت من خلالها أمريكا الدعاية ولهذا هي تستاء اليوم من مليشيا الحوثي عندما تكسب الحرب الدعائية أرادت إدارة بايدن أن تحقق انتصارا إعلاميا بأنها ضربت أعداء إسرائيل ولهذا هي اليوم ترى بأن هدفها لم يتحقق واستفادت منه مليشيا الحوثي أي ضربات تلك التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية ما قامت به إسرائيل من عدوان مؤلم على بنيتنا التحتية في الحديدة كان ذات أثر أكبر مما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة داخل الحديدة والسواحل الغربية في اليمن إن أرادوا أن تكون هناك قوة مفرطة فنحن نقول لهم بالحرف الواحد ادعموا الحكومة الشرعية وسترون قوات العمالقة بعد ساعات أو أيام تحرر الساحل الغربي بالكامل من وجود مليشيا الحوثي هذا ما يسمى بالقوة المفرطة وليست تلك الضربات التي تقوم بها إزنهاور بين الحين والآخر على مليشيا الحوثي وكان البيان الأول لتحالف حارس الإزدهار يقول بأن ليس هدفهم إنهاء تواجد مليشيا الحوثي على الساحل الغربي وإنما أضعاف قدراتها قليل لأنهم حنينين على مليشيا الحوثي وهذا ما لا أفهمه الآن في النظرة الاستشراقية تجاه الصراع في اليمن هذا ما لا أفهمه في نظرة الخواجات تجاه ما يحدث في اليمن إن أرادوا حلا فالحل كان واضح في أحداث الساحل الغربي وما كانت تقوم بها قوات العمالقة القنوبية من تحرير هذا الساحل كيلو بعد آخر حتى وصلت على أعتاب مدينة الحديدة اليوم تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أو إدارة بايدن تحديدا أن تتهرب من مسؤوليتها وأن تقدم الصراع لهذا الشكل الأقوف نحن نريد معركة حقيقية ضد مليشيا الحوثي والقوى اليمنية هي الوحيدة القادرة على ضرب مليشيا الحوثي إعلاميا على ضرب مليشيا الحوثي على الأرض عسكريا وعلى إنهاء تواجد مليشيا الحوثي وخطرها وبدون هذه الطريقة فإدارة بايدن إنما تمكن إيران ووكلاءها في العالم لكي تريد ربما أن تبرر وعودها الانتخابية التي قطعها جو بايدن قبل أربع سنوات من الآن مليشيا الحوثي تكسب إعلاميا نعم تكسب لأنكم مهزومون يا أمريكا مليشيا الحوثي تكسب عسكريا نعم تكسب لأن إدارة بايدن لا تمتلك القدرة على اتخاذ قرارات قوية في مثل هذه الأوقات الصابقة تكسب عسكريا